طيران ايطاليا عندي الروما فما كانش في دماغها قلتا انا طالع كده عساسا انا حاجزت ساعة خمسة العصر تمام و اول طيارة كان اطلع طيارة ساعة خمسة الفجر فاطلعت فيها فاول ما وصلنا هناك دخلنا المطار عادي جدا بمزالين التأشرة بفاعتنا مظبوطة وسليمة فلما دخلنا لنا ومحضرتك بيقولونا لا ما ينفعوش يسافروا وانتوا عاداكوا كبير مصريين ومش مصريين فليه انا خايف عليكم ميلي بيتكلم سيد ماجد العيسي ده ميلي بيتكلم سيد ماجد العيسي حضرتك ده مدير اللجنة الايطالية ده اللي عرفنا يعني فليه وازاي وكده فقلق هو كده ما ينفعش وما ينفعش سافره ووقف لنا ايه الدنيا ففيني شرطة السياحة يا جماعة دي جي تتكلم معنا فمفيش شرطة السياحة قال بعد ما الطيارة سافرت ابتدوا الناس تطلع تتكلم معنا يعني طيارة سافرت وعليها عدد باتكام انا معرفش احنا 37 واحد مرفوضين ومش كلنا متحيين مش كلنا متحيين انا معي كشف فيه معنا واحد مسلم في الموضوع منعوني قالك انت ملكش سفر انت طلع تهرب طلع اهرب يا جماعة رايح روسيا قالك لا ما تقطعش ترانزيت ايطاليا قلت لهم انا دا المعادل اللي نسيبنا انا مش قطع ترانزيت ايطاليا قالك لا انا شاكك فيك فيكم مش فيا الواحد شاكك فيكم لو هما منعين الشركة الايطالية منعين ان اي حد مصر يطلع ما كانوش قطعون لنا احنا قطعين يوم ما كنا مسافرين الساعة 5 العصر قطعيني الساعة خمسة العصر ومشي وراكبت وروحت عشان اركب الطيارة خمسة الفجر فقال لك انا خلاص انا منعت ان اي واحد مصر يطلع على طيارت عشان يشاجك فيك طب ماشي اطعطي لنا ليه التذكرة بتاعتك قال لك انا مسؤولي اللي انا ارجعها لك قلتول لك انا بالبق هرجع لك انا التذكرة بتاعتك قلتول لك المكتب اللي احنا قطعيني عنده قال لك ملكش ترجية فبنوا انا عليه قال لك لا انا هختم لكم وامدولكم بعد ما العميد جه وقلموا قالوا لازم ان تدلهم اجراء ان هم يثبتوا يجيبوا حقهم فراح مضلنا على ورقة اللي احنا هنجيب حقنا جينا هنا للمكتب يا جماعة قال لك لا انا اقيلن لكم ان الحاجة ديت ايه مش هترجع المسافرين سياحة شهر دعوة ناس صحابي بعثي اللي دعوة من انها كرة تقدمت على في السفرة هنا وديهم تأشير جيت اسافر في المطار هنا وطبعا الاسوزماك دي عمل بصراحة موقفش كويس يعني وبقتلنا اخر بهدالة يعني حتى للدرجة اللي اقول لانتو نصابين وانتو وانتو وبقى كلام مش كويس وطولي احنا معنا طفلة ومعنا الناس اطفال وحريم وكده قال لك انا ما اخسونيش الكلام ده قال ليه ورقة وطولي طب ما احنا ورقة سليم قال لك انا نيتي ان انا ما اطلعكوش التذكر لحد دلوقتي ما رجعتش وكتب لنا انها هترجع ودنا ورقة بكده ما فيش اي حاج كم تذكرت؟ بـ 350 يعني انتو الوصف دي حاجة بيه؟ سبعة سبعة تلاف وقال لنا هترجع ويعني صباح الاربع هترجع ما فيش اي حاجة رجعت ولا اي شيء لحد النهار ده وضع البلد حاليا دلوقتي عشان نكون صرحة مع بعض وضع البلد حاليا دلوقتي في اللي احنا فيه ده ما يطمنش سوى اين كان سوى مسلم او سوى ابتي وضع البلد حاليا ما يطمنش ولو جال اي ابن ادم السفر سوى ابتي سوى مسلم بالأكيد طبعا هيسافر